شهدت معظم مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع أمطار خير وبركة سالت على إثرها الأودية والشعاب وعدد من المحميات الطبيعية حيث شهدت منطقة الرياض أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة الرياض ومدن ومراكز وقرى الخرج ومحافظة الدوادمي والأفلاج والحوطة كما شهدت المنطقة الشرقية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة دفعت أمانة المنطقة إلى إغلاق ثلاث أنفاق احترازيا بمدينة الدمام داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم وفي المنطقة الجنوبية شهدت منطقة عسير هطول أمطار غزيرة شملت مدينة أبهى وضواحيها والمحافظات والمراكز المجاورة سالت على إثرها الأودية والشعاب والمتنزهات الطبيعية كما شهدت منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف شملت مدينة الباحة وضواحيها والمحافظات والمراكز المجاورة كما تعرضت محافظات ظهران الجنوب والمراكز التابعة إلى أمطار متوسطة ارتوت على إثرها الأرض وفي جازان شهدت المنطقة هطول أمطار متوسطة شملت عددا من المحافظات والمراكز والقرى وقد أعلنت دفاع المدني مباشرته لنحو 1300 بلاغ جراء الأمطار والسيول في مختلف مناطق المملكة منذ بداية الأسبوع وحتى صباح يوم الخميس توزعت بين الرياض وعسير والشرقية فيما أعلن الهلال الأحمر بمنطقة الرياض رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية وما ينتج عنها من حوادث أو حالات مرضية اشتركوا في القناة